موسيقى كيف هتعامل مع خطية اخي التي اراها امامي انا هسألك دلوقتي اخوك عنده بلاش كورون عنده في الونز وبيعتص هتعمل ايه لو سبته يعتص في وشك هيعديك طب هو بقى افرد ان اتنين عايشين في بيت واحد زوج وزوجته وبيتين في سير واحد واحد منهم بريد وبيعتص هل التاني يقدر يلوم عليه يقول له انت عطست وعدتني لا طبعا هو غصبه عنه بيعتص غصبه عنه عشان عيان ايه الظلم ده مال يعمل ايه انت زوج او انت زوجة وفي اه عايشين في سير واحد والتاني عطس واحد انت تحط ايه على بقى تجيب منديل كده او اي حاجة عشان العطسة ما تجيش عليك اتنين تروح جايب منديل تاني وتديه لزوجك او لزوجك عشان يمسح العطسة تلاتة تقوم تجريب السرير وتروح تجيب الدواء وكبات مية وتداله مش دي الانسانية بلاش المسيحية ولا تتخنق معاه انت عطست فشي انت عصدك تعديني ايه التصرف صح هو الموضوع بالزبط كده كيف اتعامل مع خطيه اخي هو اللي بيخطي ده متورط يعني متنرفز اه ابليس بنرفزه في حاجة فهمها غلط متورط في حاجة بيقول لي هو برضو ابليس بديله حقنه من الشريرة وبنرفزه مثلا عيان مدام بيتصرف غلط اذا فقد مارضة بس مش بالانفلوانزة مارضة بجرح من ابليس مارضة بجرح من ابليس ده هنكمل عليه ولا يعديني ينرفزني انا كمان بدل ما كان عندنا واحد عيان بقى اتنين عيانين هو كان غطبان انا بقيت غطبان بقى البيت غطبان لتنين بقى نمسك لقنق بقى اذا نقول بقى واحد الخطيه معدية في نمرة واحد تحاشى ان تنتقل اليك عدوى الخطيه تصرف اعمل خطوط دفاع بمحبة المسيح بالصلاة بالتضرع ان انت ما يتنقلكش الغلط سواء كان غواية سواء كان غضب سواء كان جرح ما تدخلش ما تسيبش الخطيهة تعديك لما لما تحمي نفسك من الخطيهة تعديك هننقل على امر اتنين هتساعد اخوك ازاي تشفيه انا في المثال قلتلك ان تقوم اجري هات الدماء بكوباية ماء شوف بقى الواقع اللي قدامك اخوك ولا جوزك ولا ابنك ولا اخوك ايه اللي يعالجه هو محتاج كلمة محتاج حنان محتاج فهم محتاج توبيخ بس بادب بمحبة عشان يفهم مش مش عشان يخليه يقع اكتر تحت ايد ابليس شوف طب محتاج تفهيم محتاج شوف هو محتاج ايه علجه مش ايه يخليه يقع اكتر تحت ايد ابليس مش ايه انتقام كله انتقام وغضب وعقاب لا فيه حاجه اسمها العلاج بالمحبة والشفاء لو كل واحد منع الخطيئة بتاعت اخوه انها تعديه واتجه باسلوب المحبة لعلاج اخوه وشفاء اخوه كل الناس هتتصالح وكل الناس هتحب بعض وكل الناس هتبني بعض ومشاكل كتير قوي 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 من اللي خربت بيوت كتير قوي اتحلت في بيوت تانية بهذا الاسلوب والان تكن محبة الله مع جميعكم في المسيح يسوع بالروح القدس امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة